لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالبين فيها ذلك الفوز العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب المناقب اسم جميل يتردد في مسامع الكون في مسامع الزمان أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أصحاب المناقب شرف لفقير حقير مثلي أن يلتحق بهؤلاء الأعلام وأن يبرز فنونهم وأن يعلي قدرهم بعد أن علّ الله قدرهم وجعلهم مصابيح الزمان ومصابيح الدنيا كلها في كل عصر استضاء بهم فهم نجوم كل عصر بل أقمار كل عصر بل شموس كل عصر إذا غابت أجسادهم لا تغيب أنوارهم ولا تنطفء جزوتهم فإن نورهم هو اسم مركب من جزئين الضار قطني الضار قطني وهو اسم فريد لا يتكرر ويكفي أن تعرف أن شيخه الإمام الحافظ صاحب السنن ابن حبان ممن وسعهم الزمان وملأ الدنيا نورا ابن حبان عاش في القرن الثالث قرن المشاهير قرن المشاهير المخاري ومسلم أبو داود التلمزي بن ماجة أحمد بن حنبل الشافعي قرن المشاهير القرن الثالث قرن التوهج ثم عاش فقيهنا وإمامنا في القرن الرابع ومات في القرن الرابع ولكنه تعلم من علماء القرن الثالث الذين امتد نورهم من القرن الثالث للقرن الرابع ومنهم الإمام الحافظ المتمكن ابن حبان الذي سأحدثكم عنه قريبا إن شاء الله تعالى الدار قطني هل سماه أبوه الدار قطني لا لا لكن اسمه مأخوز من قريته أو من مدينته التي عاش فيه كانت هناك بلدة أو حي في بغداد عاصمة الخلافة العباسية في أوج ازدهارها يقال لها البلد اسمها دار قطن دار قطن دار قطن ويبدو أنها كانت مشهورة بالقطن والنسيج وهكذا فنسب إليها لأنه ابنها وهي مسقط رأسه فهو اسمه أصلا مش الدار قطني ده هو علم لقرية ولا زال اسمها موجودا حتى الآن في العراق الحبيب دار قطن دار قطن زي مثلا الإمام السخاوي ليس اسمه السخاوي لكنهم منين من سخ الإمام السيوطي ليس اسمه السيوطي لكنهم منين من السيوط فالعلماء يسمعون المكان يعني يعرفوا الناس بالمكان بلد مش مشهورة فيطلع فيها عالم يطلع حساب ذا اللي بيحصل ولأجل هذا فإن الضار قطني عالم من أعلام بغداد في أوج ازدهاره الفترة اللي هو تولد فيها كان بغداد مليئة بعلماء الإسلام صحيح يعني وفي أي مكان ترتحل لا ترى عالما بل ترى نخبة علماء الإسلام ولذا هتلاحظ أن كل الهجرة التي كانت من بلاد عالي أسيا الترمزي على بغداد ابن ماجة على بغداد وهكذا كل الذين ارتحلوا البخاري على بغداد كل الذين ارتحلوا أتوا إلى بغداد لأنها مراسقة لدول آسيا العليا وفي الوقت نفسه لم تكن هناك بلد تنازع بغداد في عظمة علمها وحضارتها سوى بلدين فقط وهما دمشق ومصر دمشق بالتحديد يعني إن دمشق كانت مكان الخلافة الأموية وصار فيها علماء كثيرون على غرار الخليفة عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه مؤكد أنه ارتحل إلى بغداد عشى في بغداد وارتحل إلى دمشق كان أي حد يتعلم لازم فيه ثلاث أماكن يتعرف في هذه الفترة يعني من لم يذهب إليها لم يتعلم كل علمائنا عاشوا في هذه البلاد مش ظروها بس لا عاشوا فيه بغداد دمشق مصر ما فيش بقى في مصر مكان مكان معين ليه إن كانت مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها مقتص بالعلماء الأسكندرية فا علماء القاهرة فا علماء الفسطات فا علماء أسيوت فا علماء وهكذا وبالتالي فطرعراء علمه وظهر نبوغه قبل العشرين سنة وكان إذا حيل بينه وبين مجلس علم يبكي لو منعوه عن مجلس العلم هو صغير كده يقعد يعيض بره إلى أن يدخل ويتعلم ويدلس كأنه كبير يعني فلما بلغ سنة صغيرة أتوا به في مجلس وحاولوا اختباره فأملوا عليه سمانية عشر حديثا من غير راوي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات وهكذا فإذا به يقول متن الحديث ورأو الحديث الأدنى والأعلى وعن عن 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 وياخد الحديث يعني لث ونشر ولم يخطئ لحظة واحدة العقلية دي اللي بنتكلم عنها دي عقلية البخاري زي ما تكلمنا عن البخاري لما جابوه ميت حديث وغيروا فيها وبدلوا فيها وسبحان الله ده موهبة ربانية فطرية فكانت دار قطني موهوبا بالفطرة زكيا بالفطرة عليما باللغة بالفطرة متمكنا من علوم عصره بالفطرة فضلا فضلا الزكاء الحاد الخارق فضلا عن الفصاحة هو هذا الرجل محدس في الأساس يعني يعني نقول الإمام الحافظ المحدس اللغوي كمان لما نزل إلى مصر ولد كتابا يحبه أهل مصر اسمه كتاب النسب كتاب أدب كله شعر صعب فصيح يعني فطربوا إليه وهو محدس وليس نحويا أن يقرأ الكتاب على أهل مصر فاجتمع الناس إليه في المسجد ولم يكن هناك الأظهر أيامها كان المسجد الوحيد في مصر الذي لازال قائما عمر بن العاص فجمعوا له الناس وظل يقرأ الكتاب من أصعب الكتب ولم يلحن لحنا واحدا فقيل له أنت لست لغويا ولا نحويا أنت محدس فأنا لك باذي الفصاحة فقال الحمد لله رب العالمين يا سلام وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة ألما ألما الإمام الضار قطني بعلم الحديث وعلله وأسباب قوته وعلم الرجال فيما يعرف بعلم الجرح والتعديل وأتم حفظ السنة فجمعها في كتاب اسمه سنن السنن سنن الضار قطني على طريقة من؟ ابن ماجة وأبو داود والترمزي والنسائي إبا هو في ترتيب طبقات المحدثين كما يقول الشيخ الإمام الحافظ الإمام الزاهبي أستاذي وملازي وعكازي في كتابه القيم الفخم سير أعلام النبلاء يقول لك المحدثون ثلاث طبقات أساسية الطبقة الأولى البخاري ومسلم الطبقة الثانية أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمزي وابن ماجة الطبقة بقى اللي بعد كده التي أعمل فيها الآن القلبي هقي ابن حبان الضارق وطني الذين يعيشوا معهم هذا الأسبوع دول الطبقة التالتة وليس لأنهم أقل لا ولكن التأخير الزمني عن الأربعة الذين سبقوه يعني لو أن الضارق وطني عاش في القرن الثالث عصر البخاري ومسلم وكذا لنافسهم لنافسهم فضلا عن الجانب الموسوعي الذي اتسم به المحدثون في هذه الفترة يعني تقول إيه واحد محدث وفقيه ومؤرخ وحافظ وحافظ ومفسر وهكذا كذا 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 وتلك النوعية التي ينتمي إليها الضارق قطني نوعية نوعية فريدة قل أن يجود الزمان بمثله ولذا هنأخذ آراء المعاصرين له الإمام الكبير الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد يقول عنه كان للضارق اثنين من كل علم حظ وافر ونصيب زاخر فهو فريد عصره وقريع ذهره قريع بالعين ونسيج وحده وإمام وقته انتهى إليه يعني أعلم واحد في علم الأثر والمعرفة بالحديث وعلله وأسماء الرجال وأحوال الرواه مع الصدق والأمانة والفق والعدالة وصحة الاعتقاد وسلامة المزهب والاطلاع بكل العلوم ومنها علم الحديث والاطلاع بعلم القراءات وله في علم القراءات كتاب جامع واعتنى بعلوم القرآن ولم يسبق الضال قطني إلى طريقته التي سلكها في جمع الأبواب في علوم القراءات أحد ويكون لا إضافات إنه برج المحدث ومفسر ولو في علم القراءات الذي كان أيامها من أصعب العلوم علم القراءات لأن علم القراءات اللي بيدرس القراءات لازم يكون دارس التفسير والنحو واللغة والبلاغ والأثر وكل شيء فبيقول الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لم يسبقه أحد في تبويب في تبويب علم القراءات وهذا من أصعب العلوم وأعقدها مما يدل على عراقته في العلم والذين أتوا بعده سلكوا سبيله واتبعوا نهجه في علم القراءات حيث لم يسبق فيما فعله أيضا ممن شهدوا لهم في عصر كثيرون قالوا إنه حاز مزاهب الفقهاء يعني ليس فقط محدثا لأحاديث النبي لكن هو فقي من الفقهاء الكبار ولو كتاب السنن الذي شرحته لك من قبل كتاب السنن السنن للدار قطني مثل السنن لابن ماجا والتلمزي وهكذا كتاب السنن اعتنى فيه بالفقه واختلاف الأحكام ودرس الفقه الشفعي على يد أبي سعيد الإستخري ودرس الفقه الشفعي على يد أبي سعيد الإستخري وكتب الحديث عن أبي سعيد وكتب الشعر والأدب وكان يحفظ دواوين العرب الله من الشعراء من الشعراء أيها السادة الكرام وأما عن شيوخه الذين تعلم منهم وسلك مسلكهم فهم كثيرون كلهم من علوم القراءات وعلوم النحو وعلوم الحديث وعلوم الفقه أخذ عن الإمام الحافظ أبي بن حبان المحدث الكبير صاحب كتاب الصحيح وأخذ عن الإمام الحافظ اللغوي أبو بكر بن القاسم ابن بشار ابن الأنباري إلى آخر علمائه الكبر ومن تلامزته المعروفين نذكر منهم الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين نتلميزه نتلميزه ما بالك بي هو يعني أحد تلمزته بس الإمام الحافظ الناقد العلامة شيخ المحدثين أبو عبد الله الطهماني النيسابوري الشهير بالإمام النيسابوري يا سلام ومن تلامزته أيضا شوف الإمام الحافظ الثقة العلامة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الله المهرس الأصبهاني أيها السيدة الكرام إذا كان تلامزته بهذا الحج وبهذه العظمة العلمية فكيف هو بسم الله ما شاء الله 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 وأما مؤلفاته فنذكر منها كتابه السنن المسمى بالمختار من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عندنا في علم الحديث مصنف أنه من أكبر علماء الحديث في الطبق الثالث بعد أصحاب السنن يأتي هو بعدهم مباشرة في الترتيب الزمني وليس الترتيب العلمي ومن مؤلفاته كتاب علل الحديث وكتاب المؤتلف والمختلف وكتاب الإلزامات وكتاب الأحاديث التي خولف فيها إمام مدار الهجرة مالك بن أنس وأيضاً من مؤلفاته أحاديث الإمام مالك في الموطأ كتاب الموطأ قلنا أنه كتاب فق وكتاب حديث فجمع فيه الإمام مالك من كتب الفق والحديث فأتى الضال قطني واستخلص منها أحاديث النبي صلى الله وعلي ومن كتب العقيدة التي ألفها كتاب الصفات لله عز وجل وكتاب الرؤية بالتاء المربوط الرؤية الرؤية التأ يعني رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة وليس في الدنيا بخلاف الرؤية بالألف هي الرؤية الصالحة التي يراها المسلم أو ترى له وهي إحدى علامات الإيمان وعلامات النبوة صلى الله عليه وعلي قال ذهبت النبوات ولم يبق إلا المبشرات قالوا ما المبشرات يا رسول الله قال الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له أيها السادة الكرام الأكارم نحن اليوم أمام عالم جهبز كبير مطقن متميز على مستوى عالم من الثقة خرج علماء وتعلم من علماء أو التاني خرج علماء مشيخ إسلام وتعلم من علماء مشيخ إسلام فهو عقدة الوسط الوسط يعني من جيل علماء وجيل علماء فلابد أن يكون قد أخذ من الصابقين ورب جيلا من التابعين الذين صاروا على هديه وعلى علمه وعلى آثاره الإمام الضار خطني إذا أردنا أن نوجز قصته نقول إنه إمام أهل الحديث في عصر وإمام أهل اللغة في عصر وإمام أهل النحو في عصر زدني وإمام أهل القراءات في عصر زدني أول من بوّب القراءات في عصر زدني أول من جمع في الكتب بين كتب الفقه وكتب أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما عقيدته فإن عقيدته هي عقيدة أهل السنة والجماعة ممن صاروا على نهج كتاب الله تعالى وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والعلماء نزاك يعرفون بكسر التلابيزهم الذين يأتون إليهم ويرحلون اسمع هذه لما انتشر علمه وزاع سيطه وتقدم سنه استقر في العاصمة بغداد عاصمة الخلافة بعد أن أفنى عمره في الترحال وطلب العلم والسؤال والسؤال عن أهل الفضل حتى وصل إليهم وشرب من معينهم وتزود من زادهم واستمر يأخذ من أنهار علومهم حتى إذا ما تقدم سنه وزاد علمه وسقل علمه وزاد نوره صارت له مدرسة وجامعة يأتيه طلاب العلم من كل مكان يستقرون عند بيته يستنهضون همته يأخذون من علمه يستنشقون محبته حتى لقي الله تعالى ودفن في بغداد بجوار قبر العارف بالله معروف الكرخي ولعل لنا لقاء قادم حول الإمام معروف الكرخي إن شاء الله تبارك وتعالى أيها المسلمون أيها الطيبون لماذا نبغ العلماء في بغداد وفي عصر الخلافة العباسية بالذات ومنهم الإمام الضار قطني أولا الخلافة الإسلامية كانت تنفق على العلماء بحيث إن العالم عندما يعرف أنه عالم يتفرغ للعلم فقط لا يعمل إسكافيا ولا يعمل نجارا ولا يعمل حدادا هذا الكلام انتهى عهده ما دام عالما ويعلم الناس فإنه لا يهان ولا ينزل للأسواق ولا يحتك بالشعب وإنما يؤتى إليه في محرابه ويقف الناس عند بابه حتى يعلم الآخرين ويتفرغ للعلم فالدولة أيامها سعادت الناس على النبوغ وهذه سمة عظيمة وددت أن أتكلم عنها اللي هي أسباب نهوض الإسلام في الخلافة العباسية في بغداد من أسبابها أن الحكام لم يتأخر في نشر العلم وترجمة العلوم حتى كان الخليفة أرون رشيد بيأتي بالكتاب ويطلب لمن يترجمه أن يترجمه وبعد أن يترجمه له يزينه زهبا ويدهول ولنا حديث آخر جميل مع أصحاب المناقب غداً إن شاء الله تعالى انتهى وقتنا ولن يتوقف نهر حبنا انتهى وقتنا ولن يتوقف نهر حبنا انتهى وقتنا ولم يتوقف حبنا لهم نواصله غداً إن شاء الله تعالى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الخلق أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ترجمة نانسي قنقر